نقش وزير الخارجية وشؤون المقتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك في العاصمة عدن مع مدير مكتب عدن لباثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الأنمها محمد منع منصور نشاط باثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة والقضايا المتصلة بمهامها وتطرق اللقاء إلى الخروقات المتكررة للميليشيات الحوثية الإرهابية في محافظة الحديدة وتزايد عدد ضحايا الألغام الحوثية وأكد وزير الخارجية على ضرورة اطلاع البعثة بمهامها الأساسية وفقا للقرارات الدولية والزام الميليشيات بتنفيذ التزاماتها وفقا لاتفاق ستوك هولم مبديا استعداد الحكومة اليمنية تذليل كافة الصعوبات